موسيقى تعالوا بقى قانون الإيجار القديم مشكلة المشاكل مأساة المأسي المشكلة الكبرى اللي موجودة فيه عموم الجمهورية واللي ما ظنش ان فيه أسرة واحدة أسرة واحدة ما عندهاش فرد عنده مشكلة متعلقة بالقانون القديم طيب احنا هنتكلم النهاردة في قانون القديم تحديدا على الشخصيات الاعتبارية يعني الأماكن المؤجرة لشخصية اعتبارية مش لشخصية طبيعية مش مؤجرة ليوسف مؤجرة للشركة الفلانية مؤجرة للمحل الفلاني مش باسم صاحبه باسم سجل التجاري وبطاقته الضريبية إلخ إلخ وهنعرج وهنذهب إلى شوية بعض من الأسئلة المتعلقة بالقانون القديم المتعلق باقي الأغراض السكنية خلونا نرحب بضيوفنا داخل الستوديو نبدأ من اليمين دكتور وليد جبالة خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجامعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أيضا خلونا زيك يا فضل أهلا سألت موضوع السوخ ناصره وبعدين فجأة عارف زي يوسف وهبي كده خليتني الجلالة حاسيت فجأة أننا في القرلماء أيضا سات النائب أشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ونورنا سات النائب كله تمام كله تمام طيب أنا أستأذن بقى الأول دكتور وليد في أن نحن هنذهب إلى مجلس النواب ونسأل ماذا حدث وإلى ماذا وصلتم في قانون الإجارات القديمة تحديدا المؤجرة أو يعني العيون المؤجرة إلى شخصيات اعتبارية أولا شكرا جزيلا للإستضافة وكل سنة وحضرتك والدكتور والأمة الإسلامية بخير بالنسبة للإسراء والمعراج قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية خليني أوضح حاجة بسيطة شوية يمكن فيها لبس عند البعض وبرضه هستعين بالدكتور خبير الاقتصاد أو أستاذنا أنه يوضح لي كمان نفس الموضوع لو فيه أي شيء نقص منه كان فيه حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 بتاريخ 5 مايو 2018 بينص على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون 136 القانون من تاريخ صدوره في 2018 كان أي حد مأجر لشخصيات اعتبارية يروح المحكمة أو ويفسخ التعاقد معاه بحكم محكمة بحكم محكمة من 2018 لعند 2000 كان المفروض في دور الانعقاد في 2019 يتصدوا للنقطة ده مجلس النواد ولكن صدر بعد انتهاء دور الانعقاد فالتصدى ليه البرلمان الحالي ولجنة الإسكان درسوا الموضوع ونظراً لوجود تدعيات أزمة كورونا لكلنا عارفينها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري فالحكومة ارتقت أنه يكون فيه تأجيل شوية لتنفيذ قرار أو حكم المحكمة الدستورية فطلعنا القانون دي على أساس نأجل نأجل تنفيذ القرار فصدر أنه يؤجل لمدة خمس سنين من تاريخ طبعاً نشر بالجريدة الرسمية في المقابل نعطي خمس أضعاف القيمة الإيجارية لمدة السنة الأولى والأربع سنوات التاليين نزيد 15% من الإيجار الوقت إيه هي الشخصية الاعتبارية عشان نوضح لأنه فيه خلط كبير بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبعية الشخصية الاعتبارية اللي هي كل ما يتعلق بالشركات التجارية الشركات المدنية الأوقاف الجمعيات الغير هدفة للربح النوادي الأحزاب كل شركة تتكون من شخص من شخصين أو أكتر أو مجموعة أموال وتعتبر شركة فدي شخصية الاعتبارية ينطبق عليها القانون أو حكم المحكمة الدستورية اللي احنا طلعنا القانون عشان نأجل تنفيذه تمام؟ الشخصية الطبعية بقى اللي هو أنا محامي وعند مكتب محامية أو طبيب وعند عيادة أو صيدلية أو كده لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد فدي بخصوص الشخصية الاعتبارية والقانون اللي احنا أصدرنا عشان نوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لمدة خمس سنين لمراعاة الظروف اللي بيمر بها مصر وبيمر بها العالم أنا هنا على طول هبقى واقف زي ما كنا بنتكلم على طول قبل بداية الفقرة في أزمة ألا وهي اختلال مراكز قانونية أنا لو جيت عطلت هذا القانون الآن فأنا هفتغرد أن أنا رجل صاحب شركة ودكتور وليد هو صاحب الأخرين المراتي أشرف بيه هو صاحب العقار هيجي يقولي أنا هرفع القضية وهطردك قالوا لأ كل سنة وانت طيب مجلس النواب قال وقف الحكم الصائل اللي حصل ده وما فيش حد هيتطرد لمدة خمس سنين السؤال هنا طب ما أنا في واحد جارنا في الشارع اللي ورانا اتطرد هنعمل إيه أقولوا حضرتك مبدئيا أهلا بسلام بحضرتك وسعيد جدا من وجوده مع سيادة النائب وكل سنة وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين ونظر الإسراء والمعراج المجلس لم يوقف حكم محكمة دستورية المجلس أساسا المجلس ليس من سلطته ما يقدرش وقف المحكمة الدستورية لما أصدرت الحكم في 2018 أعطت مهلة لمجلس النواب السابق دورا عقد ونصف لكي يصدر هذا القانون بمجرد انتهاء هذه المهلة غلت يد البرلمان من إصدار أي تشريع متعلق بهذا الأمر كان في البرلمان السابق حدث خلاف كان فيه اتجاه متعلق بفتوى من مجلس الدولة وبرأي الدكتور علي عبدالعاد رئيس المجلس أنه كان عايز يضم غير غرض السكن للأشخاص الطبيعية بيعتبرهم أنهم متسويين في المراكز القانونية والأسباب الواردة في منطوق حكم الدستورية بتنطبق على الترافين الحالتين حصل خلاف ما بين رئيس المجلس السابق والأغلبية وترتب عليها عدم إصدار هذا القانون بمجرد إصدار دور الإنعقاد انتهت المهلة وأصبح الحكم يطبق من تلقاء نفسه أمام المحاكم جميل وليس من سلطة المجلس الحالي التصدي لتنظيم وليس تأجيل هذا القانون ولكن من أين أتت سلطة المجلس الحالي من حالة الضرورة كورونا ظروف كورونا باعتبارها حالة الضرورة هي الأساس أو السند اللي استندت إليه الحكومة إن هي تعيد تقديم مشروعها لأن هذا المشروع هو ذاته بنفس أحكامه اللي كان مقدم في المجلس السابق ولم يقار بالتالي ففكرة الاستناد إلى الظروف القهرية الخاصة بكورونا لم تكن موجودة في الحالات اللي تم ترضاه دي حاجة بالتالي فما فيش تساوي في المراكز القانونية اللي موجودة بيستند إلى حالة الضرورة طيب هل القانون الجديد اللي صدر من مجلس النواب اللي بيعطي مهل خمس سنوات عطل لا ما عطلش لأنه هو لم يعطي مهل خمس سنوات هو فرض حد أقصى بخمس سنوات على افتراض إن خلال الخمس سنوات الجهة الشخص يبقى عارف إنه خلال آخر آخر يوم في الخمس سنوات هيمشي فيدبر أموره قبل انتهاء الخمس سنوات هو مش مطلوب من الخمس سنوات ينتهوا في مواطن تاني أو شخصية اعتبارية تانية خرج بالفعل من المكان اللي كان مؤجروا بحكم المحكمة فأنا هنا أصبح فيه عندي اتنين مواطنين أو شخصياتين اعتباريتين في هذه الحالة عليهم نفس الوجبات أو عليهم نفس الوجبات ولاهم نفس الحقوق بس هذا يستفيد من القانون اللي صادر من مجلس النواب وهذا لا يستفيد منه مع حضرتك اللي خرج ده كان خارج قبل الظروف الاستثنائية اللي موجود دلوقتي بفرض الظروف الاستثنائية أنا أقول لحضرتك حاجة هل الإيجار يعني هل لو فيه مستأجر حاليا بيتعرق في هذه الفترة بيدفع إيجار معين الدولة يعني لو كان معجر من الدولة الدولة خفضت له الأجرى بمناسبة الظروف الاستثنائية احنا في ظروف الاستثنائية السند الخاص بظروف الاستثنائية هو المبرر وهو السبب القانوني أنا كمواطن هو أنا مش ضد تأجيل الخمس سنين ده أنا سعيد بيه علشان الناس تعرف تلاقي حلول إما أنها بالتفاوض مع المالك أو أنها تجد مكان بديل يكون أيصر ليهم في الوضع المالي أنا أصبحت مشكلتي دلوقتي في الرجل اللي هيجي يقول لي شمعنا أنا لا هقول له أنت خرجت في الظروف الطبيعية لكن اللي موجود زروف استثناء الحكومة بتتدخل لظرف استثناء متعلق بتدعيات كورونا ده مجرد دعم ليه المستأجر اللي عنده مشكلة علشان يدبر أموره ما يستناش خمس سنين لا ده يستنى لحد مظروفه تسمح كمان مع صدور القانون الحالي من المجلس النواب بعد اعتماده من رئيسه وإصداره في الجريد الرسمية هذا لا يمنع أن المستأجر يلجأ للمحكمة يلجأ علشان إيه بقى على أساسها هيطلب إيه من المحكمة هيطلب إخلاء العقار بناء على حكم المحكمة الدستر ده المالك 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 من حقه يلجأ للمحكمة ويطلب الإخلاء إخلاء فوري إخلاء فوري مالك من حكم المحكمة الدسترية العليا ما هو لما حكم المحكمة الدسترية العليا بمجرد صدور تشريع تم لن يستطيع القاضي الاستناد إلى حكم المحكمة الدسترية في وجود نص هو كان بيطبق الحكم في حالة عدم وجود نص النهاردة أما وإنه هيصدر نص هيطبقه لحين الفصل في دستوريته فإن كان هذا النص الجديد اللي بيستند إلى الظروف الاستثنائية إن كان دستوريا أو غير دستوريا هو يمكن في أول جلسة مع أول قضية أحد المحامين يطعم بدستوريته وتذهب القضية قدام المحكمة الدستورية طبعا أنا عارف أنه ممكن الخمس سنين ينتهوا قبل الدستورية ما تتم بس اللي أنا عايز أكده لحضرتك أن القانون ده حل مشكلة كبيرة جدا مش بس متعلقة بالتأجيل هي متعلقة أن الدولة حلت منازعة كبيرة جدا لأن المالك كان من الممكن أن يقعد الخمس سنين في منازعات قضائية المحاكم لما بيطبق حكم المحكمة الدستورية عندها مشكلة هل هو اختصاص محكمة كلية ولا اختصاص محكمة جزئية ولا اختصاص محكمة قضاء إداري طيب لما قالت هنطبق القانون المدني هل لما بقدر طبق القانون المدني لو العقد قال أن العقد نفسه مدته تلات سنين وأنا النهاردة بعنزره وبقوله الإخلاء هل لما رجحته القانون المدني وكان العقد الإجاري القديم مدته الاتفاقية قبل المتداد القانوني تلات سنين هيستنى كمان تلات سنين لحد انتهاء العقد عشان يعمل له انذار ولا لأ ألف من الأسئلة والتفاصيل اللي كانت المحاكم بتاخد فيها اعتبارات واتجاهات متفاوتة وكان الناس ممكن تقضل خمس سنين في مشاكل علشان كده المشرع سيادة النائب يعني أنا بشكر حضرتك وبشكر المجلس على مدى مهمة جدا نحن مش واخدين بالنا منها اختصاص القضاء المستعجل قضاء المستعجل طبعا بمجرد انتهاء الخمس سنين الملك بدل ما كان هيقعد سنتين وتلاتة واربعة وخمسة في مشاكل القضاء المستعجل يوم وآخر يوم بيتحول يده من يد مستعجل إلى يد غاصب يذهب إلى حكامة القضاء المستعجل وفي جلسة واحدة يخرج صحيح فالمسألة بتبقى يعني سليم سبيع صحيح فورا طيب ده 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 بيخلينا ان احنا هنا نقول انه يجب من دلوقتي على كل مستأجر ان يبدأ في مفاوضته مع المالك على القيم الإيجارية العادلة للطرفين بس انا برضو بيجي عندي سؤالة ست النائم هل من الممكن بالفعل الوصول إلى قيم إيجارية عادلة ما بين الطرفين الكل يبقى راضي فتمتد العلاقة الإيجارية اذا كان عندي يعني من اللي بيدفع خمسة وتلاتين جنيه هاجي بعد كده اقوله تعالى ادفع لي عشرة تلاف جنيه ما هيقول لي ايه بقى طالما المشرع اصدر قانون ان خلال الخمس سنين دي فترة لتوفيق الاوضاع بينك وبين المالك وبعدها اذا ما اتفقتش هتخلي فعد قدامك حلة من اتنين لما تتفاوض مع القيمة إيجارية عادلة بين الطرفين او انك تشوف البديل او انه نشوف البديل طيب وده يمكن جزء من المناقشة اللي كنا بنكلمها مع دكتور وليد وهو وقتها ادى برضو طرح للحل اللي هي مسألة وماذا لو الشخصها الاعتبارية غير هادفة للربح جمعية ما غير هادفة للربح تقدم نشاطا ثقافيا مثلا وفنيا وما الى ذلك تستأجر مكان في العمرات الحالوة بتاعت زمان عمرات الحالوة بتاعت زمان دي ادخن شقة بخمسين جنيه يعني يوم ما يبقى بيجري فيها الخيل ما يجيبش اخرها النهار ده وهي جمعية غير هادفة للربح لو انا دخلت في المفاوضة مع المالك مهان مالك هيجي يقول لي المكان ده لو انا اجرته تاني يوم الصبح لبنك ولا للشركة استثمارية هاخد مئة الف جنيه كل شهر على صباحية كل شهر فانا هوصل في المفاوضة للإيه للولا شيء بعد الخمس سنين خليني اقول لحضرتك حاجة لان المشكلة دي موجودة وبتعاني منها المقارات الاحزاب السياسية الجديدة اللي بيأجر مجر جديد وهم جهات غير هادفة للربح ومش قادرين يدفعوا لإيجار او يعملوا مقارات دي مشكلة بس خليني نوسع الداير لما بنقول ان احنا الفلسفة الخاصة علشان نتكلم في تشريع وفي حلول لازم ننظر إلى الفلسفة الفلسفة اللي صدرت من الحكومة واللي اعلن عليها رئيس الوزراء هي زيادة ومهلة وصندوق دعم صندوق دعم رئيس الوزراء اتكلم في زيادة ومهلة تنتهي بها العلاقة ثم صندوق دعم لما هذه المعايير انا بتبعها كراسد لهذا الكطاع في الدولة انا بحط قيود الكيود اللي الدولة بتقيد بيها ان الدولة ما نميتش حد في الشارع عندنا نمازج متعلقة بالعشوائيات واسكان العشوائيات التطوير حوالينا مسلس مسبيره اللي بيتم تطويره مفيش حد يتريم في الشارع فبالتأكيد فكرة خلق البديل اللي بالتوازي مع ايجاد حلول ده شيء ايضا تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء اذا نحن امام فلسفة عندي فلسفة ما فيش حد هيطعم في الشارع طب هيكون عندي مشكلة مشكلة تانية مشكلة متعلقة بطراث جهات تراثية اقسام شرطة مدارس بلاقي عندي مثلا في قلب المدارس انا المشكلة عندي ما بقيتش فينك تبني مدرسة ما بقاش فيه اماكن في المدن الكبيرة ما بقاش فيه صعب جدا انك تنقل اسم شرطة ما فيش مكان ليه في مكانه مش معقولة اسم شرطة السيدة زينة بن يكون في الادارية الجديدة ده بقى بننتقل الى احكام القانون العام احكام القانون العام ايه متعلقة باذا كان هناك شيء متعلق بالنفع العام اللي الدولة ما تقدرش تستغنى عنه وبيطبق عليه اللي بيطبق على الطرق ان يكون هناك تحويل للنفع هذه العلاقة من علاقة ايجار الى علاقة ان الدولة بيتم نقل ملكيتها الى الدولة مقابل سمن بسعر اليوم بسعر اليوم بسعر الحالي وبيحصل المالك على ايجار وبنشوفها في المحاور المرورية لما بيكون هناك طريق لما بنشوف هناك شوفناها اخيرا في العمارات المتعلقة بالحيي السادس في مدينة ناصر لما الدولة عملت لهم خيار صحيح اجدتهم الحد الادنى في السعر اعلى من سعر السوق حصل وقالت لهم يا اما تاخد تمن الشقة يا اما تتنقل في شقة من الاسكان يا اما تاخد تمن الشقة وتاخد شقة بسعرها اغلى فهي ده متعلقة بالامور المتعلقة بالنفع العام لكن الامور المتعلقة بالنفع الخاص انا مقدرش اقول للمالك للمستأجر انت ليك حصة او ليك نسبة من العقار ليه بقى حضرتك لان انا اعتبر ان انا مواطن انا مش مالك ولا مستأجر لو المستأجر ده بيتملك واحدة مملوكة للدولة او مملوكة للأوقاف انا كمواطن رافض ان ياخد فيها نسبة لان اذا لو قاف ده ملك ربنا مش من حق وزارة الوقاف انها تسيب نسبة وانا رافض ان الدولة تدي نسبة من ملكي انا بصفتي مساهم في المال العام ليه حق في المال العام كمواطن لو الدولة مؤجرة لمستأجر ما عمارة ما او شركة ما انا رافض ان المستأجر عشان ننهي العلاقة هي ياخد جزء طبعا ده شيء ولكن يمكن ان يحصل على حوافز ولكن يمكن ان يحصل على ان يواجه بقيود قيود ازاي يا سيد يوسف الدولة لما قررت قواعد العلاقة الخاصة على الايجار القديم لغير غرض السكن ما كانتش بتدي ميزة للمستأجر اللي بيشتغل في التجارة ده كانت فرض عليه التسعير الجبرية زي ما انا قلتلك تسعير الجبرية ليه في الاجرة انت كمان هتبيع بالتسعير الجبرية حررتلك وانت بيبيع بسعر السوق ادفع اجرتك بسعر السوق يبقى انا محتاج ان انا افرض قيود عليه يقوله لو استمرت بالايجار القديم بالتسعير الجبرية تتفضل التموين يفرض عليه تسعير الجبرية بنسبة ربح محددة ما هو مش هياخد المستأجر ما هو مش هياخد المستأجر هروح للفاصل عايز ارجع بعد الفاصل بعد اذن حضراتكم ليه سيادة النائب أشرف الشبرو ليه بقى علشان استحال ان نتكلم على قانون الايجارات القديمة بس على لغير اغراض السكن اما بخصوص السكان فدي بقى حدوطة يا دين النبي فاصل ونكمل الكلام والله الكلام في الفاصل مفيد جدا مع دكتور وليد ومع سات النائب أشرف الشبروي حاجات كده في تفاصيل القانون هتنفع برضو في المناقشات مش كده الواحد بيحب يوعد كده في الفاصل يدردش طب انا قلت هرجع له سات النائب أشرف الشبروي بولعيلة وكنت هقول مش هينفع نتكلم على قانون الايجار القديم ما تعلق بشخصيات اعتبارية لغير اغراض السكن وما اذهبش الى الاغراض السكنية الحلول المطروحة أمام المجلس ايه؟ اسمح لي يمكن هكلم بصفة عامة في حاجة مهمة جدا لازم نرعيها احنا اي مشكلة عندنا لازم نواجهها الهروب من المشكلة مش حال الهروب من المشكلة بيكبر المشكلة ودي اللي احنا بنعاني من الوقت في موضوع الايجار القديم وفي بعض الحاجات التانية بخصوص السكني طبعا ديت زي ما انا قلت في الجلسة العامة كون بلا موقوطة طبعا وكلنا لازم نخشها وفي كلتا الحالتين زي ما الدكتور يعني رمى الموضوع علي وقال اوف انت بالوقت انت هنا مش هتشكر وهنا مش هتششل ولكن لازم تقول دي مشكلة كبيرة اه نخشها موضوع السكني انا يمكن في نمازج كتيرة جدا بنشوفها بنلاقي ناس عندها عمارات وسكنة بالايجار والعمارات بتاعتها بتجيب بتجيب لها الشقة المؤجرة بخمس عشرين جنيه وتعاتين جنيه والكلام ده العقد شريعة المتعقدية هتفع في البدن دي ولكن زي ما احنا عارفين ما فيش عقدة ابدي وما فيش علاقة ابدي فلازم يجي في يوم احنا مجلس الوزراء اجتمع مع الوزرات المعنية واجتمع مع بعض الكتل في مجلس النواب لطرح او وضع على الطاولة القانون الايجار القديم بغرض السكن وبدأ فيه مناقشات للوصول لحلول ترد الطرفين المالك والمستاجر انا من وجهة نظر الشخصية لابد ان احنا ننظم العلاقة لابد ان احنا نحلها لان الموضوع هو المالك مواطن مصري والمستاجر مواطن مصري ديه لحقوق وده لحقوق فالمفروض ان احنا هنيجي في فترة ما المفروض يكون فيه حوار مجتمعي ناخد القراءة نقدر نشوف حقوق المستاجر المالك ايه وحقوق المستاجر باقترح من وجهة نظري ان يكون فيه فترة برضو انتقالية وقانون جديد لان من مصلحة المستاجر ان يوصل لحل مع المالك لان زي ما احنا اتكلمنا في الفاصل ان فيه فترة فيه عقارات فترة زمنية ليلى وهتلاقيها على الارض فالمستاجر في العقارات دي مش هيستفاد حاجة لو العقارة النهاردة اي لسقوط او ازيل فانت مش هتستفاد شيء وفيه عقارات اه معها عمر طويل فمجحل لازم اوازم العلاقة بين المالك والمستاجر فبقول النهاردة ان انا اجي اعمل فترة انتقالية وقانون برضو جديد لغرض السكني واعطي في الفترة الانتقالية اللي هعملها زي ما عملتها في الشخصية الاعتبارية اعطي اضافة هل الاضافة دي هتكون مش خمس امثال طبعا لان احنا عندنا خمس امثال لما اقول الشقة مؤجرة بخمسة جنيه في خمسة بخمسة وعشرين جنيه ما عملتش معايا حال لازم اعطي كل شقة ايجار مش هيكون زي الواقع الحالي او الكلمة الاجارية الحالية للمنطقة اللي انا هرفع فيها الايجار لا تكون اقل منها شوية للفترة معينة وبعد كده اترك المجال بين المالك والمستاجر انهم يتواصلوا مع بعض ممكن المستاجر يبيع في الفترة دي وممكن المالك يرفض البيع فهاجي اعمل صندوق عقاري الصندوق العقاري دي هاجي جيت النهاردة وهطلو بحث حالي من كل واحد عندي شقة مقفولة ومركونة وانا ساكن في فيلا وساكن في مكان تاني وعندي ايجار قديم بس طريقة الشقة دي هقدر اعرف واحصرها اذا كانت هي مستغلة ولا لا الشقة المستغلة لازم ترجع او لازم ترجع للمالك او مش لازم يعني في النهاية عاوز تحتفظ به الشقة المقفولة ادفع القيمة الاجارية العادلة بالزبط فالحاجة التانية هاجي على الشريحة اللي احنا كلنا لازم نوقف معاها وكلنا لازم نسعيدها الشريحة اللي هي اصحاب الدخول المحدودة او المعدومة اللي هم بالفعل سكنين في العين المؤجرة ولا يستطيع دفع القيم الاجارية الجديدة ايا كان بالزبط انا كدولة لازم يكون ديت هو هدفي الاساسي اللي هقدر اقف معاه وهقدر اعمل فعلا معادلة ان اخدمه في ازاي هعمل صندوق عقاري الصندوق العقاري ده هاجي الشقة ديت ايجارها مثلا الوقت خمسة جنيه بس هي ايجارها في الطبيعة الف جنيه من الصندوق العقاري ديت امول الفرق بين القيمة الاجارية القديمة والقيمة الاجارية الجديدة هتثبت لي ازاي حالته ان اذا كان محدود الدخل هطلب بحث حالة لمدة تلس سنين سابقين بحيث طيب انا يعني قاعد في دماغي خمس تلاف فكرة قاعد عمالة بتتضرب مع بعضها البعض الا انه هعرضها على حضراتكم ممكن نذهب فيها اولا لدكتور وليد الا وهو واحد ولماذا لا تقوم الدولة نفسها سواء اذا كانت الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب بانه الدولة هي اللي منوط بها تحديد القيم الاجارية في الاحياء والمناطق المختلفة واللي بتتفاوت على حسب مناطق الجمهورية ده واحد وبالمناسبة هذا ليس اختراعا للعجلة بيحصل في بعض الدول منها العربية ومنها الدول الاوروبية اثنين هو ليه ما نبحثش فكرة حقوق الانتفاع زي اللي بتحصل في انجلترا لانا لما بروح انا ما باشتريش انا باخد حق انتفاع فبيجي يقول لي وبتبقى موجود واضح في الاوراق الشقة دي فاضل في حق انتفاعها مئة سنة لانه في شرق مئة تلاتة وعشرين والشقة دي فاضل في حق انتفاعها خمسة وستين وبتريده سعر ودي سعر طب هل انا بدفع قيمة ملكية لا انا بدفع مبلغ على سبيل المقدم عشان استغل هذه الوحدة كحق انتفاع وبدفع قيمة ايجارية اقل من اللي بتتدفع في الاجارات المؤقتة اللي هي بتبقى شهر او ست شهور او حتى سنة ولا ايه طب خليني بس بالسؤال الاول اللي هو الفكرة الاولى الفكرة الاولى ان احنا الدولة هي اللي بتقيم باتفاق قانوني او عرض قانون على مجلس النواب ان الدولة الحكومة هي اللي هتحط القيام المجرية اقول له حضرتك انا عندي نظام اقتصادي تقدير الاجرة الدولة لما بيكون من اختصاص الدولة تقدير الاجرة ما بتكونش لها تقدير الاجرة فقط بيكون لها تقدير الاجرة وتقدير السلعة وتقدير الخدمة بتبقى تسعيرها جابرية على الجميع مش تسعيرها جابرية أدي لك مثال خليك بس معايا الإمارات على سبيل المثال جوه إمارة دبي الدولة هي التي تقيم سعر الإيجار في أي شقة جوه إمارة دبي طيب أي شقة أنت عارف حضرتك لو الدولة تدخلت دلوقتي علشان تحدث كيمة الإيجار اللي إحنا كده هندخل في القانون الجديد كمان ونقول إن الدولة تتحدث الإيجار عارف حضرتك ده معناها مش عايز تغول من الملك مش القضية في كده بقى أنا مش قضيتي في الشواء اللي موجودة إحنا في الاقتصاد ما بنتكلمش في فرص العمل للناس اللي بتشتغل أنا عايز أحفز المستثمر إنه يفتح مصنع جديد بمجرد بمجرد التفكير في فكرة إنك تأثر أو تتدخل الدولة في الأجرة المتعلقة بالإيجار الجديد أو تكون دولة متدخلة في تقدير أجرة بدلا ما بنحل القديم لا ده حالة عقبات في الجديد فجأة وبدون أي مقدمات سيتوقف الاستثمار العقاري الدولة ما تقدرش هذا ليه ما حصلش هناك في المرات ما ما حصلش الدولة هي التي تقدر قيم الإجارية لأنها بتقول هذا المربع السكني كنت الإجارية تتروح من كذا إلى كذا على حساب إيه على حساب القدم المربع أو المتر المربع هل لو الدولة عملت كده حضرتك ممكن تبني عمارة طب هم بره بيبنوا زيجين أنا بس على حضرتك طالما التقدير تقدير عادل ومنصف لا إحنا عملنا أحسن من الإمارات ولو كانت الدولة المصرية في الخمسينات والأربعينات عملت اللي بتعملوا الدولة المصرية النهاردة ما كانش عندي مشكلة الدولة المصرية عملت ده ما فيش فيه خلاف هقول لحضرتك عملت إيه الأول الدولة المصرية بتقدم مبادرة تمويل عقاري بنسبة 3% مش موجودة في الدنيا كلها لا أنا وإنت مش مختلفين عليه ولا أنا وسيادة النائب مختلفين عليه أنا بتكلم في حل لأزمة الإجارات القديمة إن الدولة هي اللي تقول يا جماعة مثلاً هيبقى إيجاراته تتروح من كذا لكذا في سعر المتر المربع حي المهندسين سعر الإيجارات من كذا لكذا على سعر المتر المربع حي كده سعلا ما هي الدولة عملت كده الحصر اللي بتعمله الضراب العقارية الضراب العقارية اللي تعمل من 7 سنين وبيعادل الآن بتقوم فيه الضراب العقارية بتقدير ضريبة وأجرة كل وحدة في مصر كلها أجرة ولا ملكيات لا هي بتحدد سعر الشقة وبنسبة بتعرف القيمة الإيجارية بتعمل قيمة الإيجارية وبتضعها في نسبة معينة وبتبعث اختارات لكل أصحاب العقارات أصحاب العقارات اللي مؤجرة جديد أو اللي مش مؤجرين بيدفعوا الضريبة العقارية أصحاب الإيجارات القديم بيروحهم يقدم تظلم أو يقدم طعن على النموذج بيقول أنا إيجار قديم بيعفوه من سداد الضريبة العقارية إلا أن أجرة الشقة محددة بالفعل ويمكن أن يكون تقدير الدرائب العقارية يبدأ بنسبة من هذا التقدير نبدأ نبنى عليها نسبة الزيادة اللي هتتم في المستقبل وده أحد الحلول يعني ده ينفع يبقى استرشاد لقانون الإيجارات الأديمة ينفع يكون معيار ينفع يكون معيار من معايير الزيادة فيه ناس تحدثت عن معيار زيادة كنسبة من التضخم بتحسب نسبة التضخم لأن الأجرة لما كانت مقدرة في الخمسينات وفي الأربعينات كانت أجرة وفقا للنسبة العالمية من 18 إلى 22 النهاردة هناك معيار متعلق بنسبة التضخم هناك معيار متعلق بالدخل بدخل المستأجر نفسه إن المستأجر يدفع ما يوازي ما بين 18 إلى 22 من دخله هناك معيار متعلق بارتفاع أسعار الدهب هناك العشرات من المعايير اللي يمكن لحضراتك في لجنة الإسكان إنك تسترشدوا بيها نعم سيد التبناء أنا بتفع مع حضرتك إن اللجنة الحكومة لازم يكون لها تدخل في تحديد القيمة الإيجارية زي ما حضرتك فضلت وقلت الإمارات الإمارات بتحدد كل منطقة على حدة قدي الإيجار فيها والنسبة المقاوية للزيادة السنوية كمان والإمارات واخداها من المدرسة البريطانية بالزبط بالزبط تتغفل شيء تم في مصر قبل كده إنها لما قررت التسعير الجبرية أو الأجرة المحددة كانت بتسمح للمستجرين في لحظة من اللحظات إنه لو لا أشقة مقفولة يكسرها ويروح الإسم يعمل محضر والإسم يحرر له لا محن هنا مش بنتكلم على مثال متطرف للدرجات دي أنا بتكلم إنه أنا عايز الدولة هي اللي هتقول لي وزوحتك ذكرت إنه ده حصل بالفعل في الاسترشاد بتاع تحديد الضريبة العقلية أنا دلوقتي اشتريت شقة لابني وابني هيتجوز ابني في سنوي ولا كده بأجرها إيجار جديد 3-4 سنين لحد ما يتخرج واجه يجوز ولما حضرتك تيجي تقول له النهاردة لا متشكرين وهيدخل وأحدد لك الأجرة ومش هيطلع وكذا وكذا هقول لك متشكرين هقفلها والناس هتقعد في الشهر ما لما قلتش مش هيطلع بقى لها أعني بحددها الإيجار واتوافق بينه وبينه دي القيمة الإيجارية عاوز تخدها أهلا وسهلا مش عاوز تخدها أنت حر يعني تمام المسألة فيها حريتك ما فيها تسعيرات جديدة فيها تقييم يبقى التفاوت هو الأفضل وترخص الأجرة إمتى ترخص الأجرة لما بتضخ الدولة وحدات سكنية في السوق بتكبر المعروض زي ما الرئيس قالها خليكوا تتكابلوا في الشؤة طالما تتكابلنا في الشؤة يبقى الأجرة هترخص لوحدها ترخص الأجرة حضرتك لما المليون وحدة سكنية المغلقة مرة واحدة ده هتبقى مسألة إيه بك وإيه تزهل العالم بس مهما هتنزل السوق مش هتنزل بالسعر اللي هو في الإيجار الأقديم حالي تعالف سيادة النقب فيه ميزة مهمة جدا للإيجار الجديد لأنه ما فيش حد بيقعد فيه طول العمر نسبة الإيجار الجديد للدخل كمتوسط وفقا لبيانات من الجهاز المركز للتعبيع العامة والإحصاء أنه بيدور ما بين 22 و 22.5% في الإيجار الجديد ونسبة إيست التمليك بتدور في نفس الحل فكم بيبقى مشكلته في تدبير المقدمة وبعد كده بيتحول من كونه مستأجر بيدفع إيجار جديد إلى كونه مالك بيدفع إيست فبتكون المشكلة في تدبير المقدمة لو الصندوق العقاري اللي حضرتك بتقترحه حفز المستأجر للإيجار القديم وقال له أنا ممكن أدفع لك المقدمة والشقة تبقى ملكك وتاخدها تمويل عقاري بـ 3% ده يبقى كويس جدا ما هو تمويل عقاري يبقى لازم تكون الوحدة مبنية مبنية وجاهزة لسكنة لحل السكن علشان هاترها لصالح البنك أو لصالح الجهة الممولة الدولة جاهزة وبتبني وعندها لأن هي ده أول الطرح اللي تم جنة ودر مصر الطرح اللي تم عندنا ده وضرب بس برضو عدد مزل من التقديمات جنة ودر مصر هي برضو واخد حق انتفاع يعني انت بتدفع تمويل عقاري تمويل عقاري يعني منتقى بالتملو بالزبط فهي أظن ما ينزل المشروع أو المقترح الجديد لحوار مجتمعي هللاقي أفكار وهللاقي سبل كتيرة أن احنا نوصل لحل يرضي جميع الأطراف والله مساءة الوخصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دي أظنها بتبقى دايما أصعب المصاعب أنك ترضي المالك وترضي المستأجر اللي اتنين دايما مش هقدر أرضيهم بنسبة 100% بس هقدر أوصل أرضيهم بنسبة معينة أن احنا نوصل فعل اتفاق لأن الموضوع بصراحة يعني زي ما اتفقنا أنه لازم يوصل لحل والأمور المؤجلة لازم ننتهمنا يعني احنا شايفين فخامة الرئيس بيخش في مشاريع وبيخش في أمور ما كناش نتخيل أن احنا في يوم الأيام أن احنا نشوفها فمن ضمنها المفروض الإجار القديم ومن ضمنها في أمور تانية كتير جدا بنتعشم أنها تكون في المستقبل فلازم يكون لها حل لأن زي ما قلنا في بداية الحوار البعد عن المخاطر هو بيزيد المخاطر مش بيقللها ومش بيحلها فموضوع الإجار القديم هو الطرفين الطرفين مصريين والطرفين مواطنين ولهم حقوق فمن واجب أن احنا كسلطة تنفيذية أو تشريعية أن احنا نوصل لعلاقة عادلة بين الطرفين ده صحيح أنا عايزة أشكر حضراتكم جدا 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 على وجودكم عنا النهاردة وحقيقي وجود حضراتكم بالنسبة لي كان شيء شديد الإفادة حتى على المستوى الشخصي مش بس على مستوى الحلقة كل الشكر لك يا دكتور وليد كل الشكر لك ست النقب أشرف شبراوي كل الشكر لحضراتكم فيه ناس هتيجي تقولك يا عمي يوسف اشتراكي انت عايزة الدولة تخلق بصنا هقولي حاجة لطيف هسيبك من اشتراكيتي أو يساريتي أو ماركسيتي على الإطلاق هو قولي مرة الدولة ما تدخلتش خلال الفترة اللي فاتت إلا وعدلت كفة الميزان هاتلي حاجة واحدة الدولة ما مدتش إيدها فيها وعدلت الكفة لو لا تدخلات الدولة في عمليات الإسكان والاستثمار العقاري لكنا شفنا تسونامي في الأسعار والله العظيم وفي حاجات كتير بس وقت الحلقة بقى للأسف الشديد خلص فيعني هي دقيقة دقتين وهتلاقوا موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة أما العبد لله لو كنا نتقابل مع حضراتكم بكرة وبرنامجيكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة